ولكن أنا بقول لحضراتكم حتى لو لقدر الله أخدنا المركز الثاني مفيش مشكلة أفضل لأن إحنا بنلعب في النهاية على كاس البطولة ودي بطولة مش عايز أقول طبعاً رغم القياسي باسم النادي الأهلي في أفريقيا لكن النادي الأهلي في البطولات اللي خدها كلها تحس إن فيه عاجات فيها مرت الطريق كان صعب ما كانش ممهد والنادي الأهلي البطل بيحب الصعب وبيعمل اللي عليه وزيادة وبنتمنى بس من ربنا التوفيق متش النهاردة تحدي جديد زي ما قلنا وتحدي جديد للفرقتين هتقول لي ليه انت عملت تتكلم عن الأهلي تتكلم عن الأهلي آه بس أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة إن فريق المريخ برغم من إنه هو عنده نقطة واحدة ولكن عنده أمل بكل الحسابات بكل الحسابات على بالورقة والألم ما زال الأمل موجود لفريق المريخ السوداني بس الأمل المشيد هو الوحد الأمل مرتبط بنتاج الآخرين ولكن مازال رغم إنه هو عنده نقطة واحدة إنما مازال عنده أمل أما النادي الأهلي ممكن يقضي على الأمل ده النهاردة فعشان كده إن مباراة المريخ النهاردة صعبة جداً لأن المريخ ما عندهوش حاجة يبكي عليها وزي ما شفناه ماتش سيمبا لعب كان لعب ماتش يعني قوي بالنسبة لفريق المريخ في الفترة ديت وهو كان جالهم مدير فان إنجليزي جديد فالعملية بتبقى إيه فيها شدة شوية حسيت إنهما اتنظموا شوية دفاعياً ابتدوا ابتدوا يتنظموا شوية في وسط الملعب ابتدوا يعتمدوا شوية على هجوم منظم وتعادلوا مع سيمبا ولكن مباراة سيمبا إداتهم آمل حقول لكم كمان أقول لحضراتكم كمان إيه اللي ممكن يديهم آمل النهاردة كمان فرقة المريخ فيها مجموعة من لعاب منتخب السودان منتخب السودان بقى له عشر سنين ما تأهلش لبطولة الأمم الأفريقية نهايات الأمم الأفريقية الأسبوع اللي فات زي ما شوفتوا حضراتكم منتخب السودان كسب منتخب جنوب أفريقيا اتنين سفر وطلعوا بره البطولة وكان فيه أكتر من ثلاثة أربع لعيبة من المريخ السوداني لجاب الجول الأولاني من المريخ السوداني سيف تيري فحتلاقي النهاردة فيه معنويات عالية جدا للعيبة في البداية طبعا الجهاز الفني أكيد تكلم مع اللعيبة في النقطة دي وأكيد اللعيبة عارفة ومرعاية النقطة دي قوي إن البداية مهمة جدا النهاردة وخلي بالكم أنا بداية الماتشات دي هي اللي بعرف عن طريقها الماتش ممكن يروح فين أو يبقى السيناريو بتاعه ازاي فالبداية مهمة جدا النهاردة هتلاقي لعيبة المريخ معنوياتهم عالية جدا معنوياتهم مرتفعة باللعيبة الدولين اللي تأهلوا مع السودان وبنبرك لهم لنهايات الأمم الأفريقية زائت كمان إن نقطة سنبا قدت أمل عفوا ولو شبه مستحيل لفرقة المريخ ولكن هم حيلعبوا على الأمل ده لحتى لو 1% حيلعبوا على الأمل ده هي بالحسابات ما زال الأمل عندهم ولكن أمل شبه مستحيل وقعيا في صعوبة شوية بيننا وبينهم الملعب أشقاء بيلعبوا بعض ولكن كل واحد عينه على المكسب وده حق مشروع ولعيبة النادي الأهلي ورجالته دايما جاهزين للقاتل إزاي دي ترجمة نانسي قنقر